لم يدخلوا منزلاً في غزة إلا خربوه قصفاً وتفخيخاً وتدميراً هذا واقع المناطق التي انسحب منها الاحتلال في غزة بعد عملياته العسكرية البرية فيها دمار ضخم حل بالبنية التحتية والمباني السكنية التي لم تعد صالحة للعيش في تعمد للاحتلال لترسيخ معاناة أهالي غزة وتعزيز مخطط تهجيرهم تفرد شوف السماء بتشوفها من الضاق تفرد شوف السماء كيف تعشوف دارة كيف الحردك كلها يتطلق خذ لك نظرة هنا تطلع افضل والله انك تشف معي فكتطلع هنا نايمية 152 تفرد شوف الدوطة تعال تعشوف المعاناة هنا تعشوف المعاناة طلع شوف الدمار كله نحرك والله لا يضل لي فرشي ولا يضل لي أي حاجة صابر كنا نبني حتى نفرح في ولادنا ونشوف ثمرة الإنسان لما بيقبر في العمر عمر 52 سنة طوبة طوبة بنينا الدار وبننفرح في الولاد هذه سواريخ الاحتلال أخذت الولاد وأخذت المنازل وأخذت كل شيء حلو في حياتنا نحن الشعب من 48 ونحن في نكبة نكبة الوالأخرى والشعوب والدول العربية والأوروبية بتتفرج عنينا هذه النكبات المتتالية جعلت من الحياة مستحيلة في غزة حيث تنتشر آلاف الخيام التي يحاول سكانها الصمود عبثا وتغرقهم مياه الأمطار والصرف الصحي لها القيت لا معانا لا فراش ولا معانا غطلة للطفال ولا ملابس وغرقوا في ميت المجارة ميت مجارة هذه طفت علينا كالجأ وإحنا نايمين ما قدرنا نطلع ولا حاجة في المقابل وعلى الرغم من الوضع المأساوي في المناطق المدمرة أصبح سكان غزة يفضلون العودة إليها كجزء من الوعي المحفور لديهم برفض تهجيرهم هو الجحيم على الأرض فقط هو كل ما تبقى لسكان غزة بحسب منظمة الصحة العالمية حيث تصف حياة مليون وسبعمائة ألف شخص في غزة نزحوا وليس لديهم مكان آمن للعيش فيها بأنها مأساة مطلقة تنتظر فراجة ما تعيد الفرحة إلى وجوه أطفال غزة ترجمة نانسي قنقر